طيب. كان هنا عندي محتاجة توضحهم. وطبعا هتلاقيهم هما يعني نفس الكاملة احنا كنا بنقوله من شوية. لو اكيد احنا ما عملناش الكلام اللي احنا قلناه من شوية ده اكيد الشركة هتفشل. هو هتلاقي مربوط او باللي احنا كنا بنقوله من شوية. هتلاقي دائما كل حاجة عملناها حكس اللي احنا كنا بنقوله. انا عندي او بلاي انا كنت تحططها وانا بعمل البرهيشنز بتاعتي. البلان اللي انا تقاهلتها او ما عملتش عمشتش عالستراتيجي المطلوبة مني. اكيد انا هفشل. ده شي طابية يعني. كان حاجة feeling to take advantages of strengths and opportunities and or feeling to recognize competitors او competitive threats. ايبا هتراتي عندي ايه? اول حاجة انا ما اخدتش او ما استغلتش ال strengths بتاعي او ال opportunities المتاحة قدامي. كمان مقدرتش ان انا اشوف او recognize the competitive threats. عندي منافسين. لازم برضو ابقى متابعهم. اشوف هما بيتطوروا من نفسهم في ايه او ال products اللي بيعرضوها. واحاول يعمل زيهم. يعمل افضل او اطور عنهم. او اشوف ايه ال opportunities اللي قدامي واستغله. ايه اكتر حاجة اللي انا بنقولها في الموضوع دوت اللي هي انا مقدرتش اشوف بتاعت ال competitors بتوعي. شركة زي بتاعت نوكيا دي. شركة نوكيا دي كانت من اول شركات اللي عملت الموبايل. وكان عندها opportunity عالية جدا. انا اول شركة. اقوى شركة. ما فيش هيا منافسين ومنافسين حتى ما عندهمشوا قدر انهم يعملوا موبايل زي بتاعين. عنده نفس المتانة والقوة كانت ليه موبايل كان معروف موبايل نوكيا يعني بتجيبه يعيش في الاخر الامر ويعملنك من الدور العاشر بيبقى سلين. بس هو فضل ايه? فضل ماشي على نفس الشكل. نفس يمكن يغير فيه شوية كده كم اطورش من نفسه. ما عملش تكنولوجي جديدة. ما اطورش من الموبايل. فضل شغال على نفس الشكل. او يعني دخل فيتشز ضعيفة اوي. فجأة ظهر منافسين لي. عملوا ايه بقى عملوا سمارت فومون وعملوا موبايلات تاتش وتدبقى يتواروا في الموبايل. ادى ان في الاخر انا نوكيا دي افلت وفلست. هي حالين رجعتاني بس هي حتى مش قادرة ترجع تاني زي ما كانت يعني. لازم طول الوقت استغلق البروتيونتز القدامي. واشوفي قوتي ايه. وحاول انا اطور من نفسي. تاني حاجة ان انا اشتغل اشوف المنافسين اللي حوالي ايه كانت تهديدات اللي هما ممكن يهددوا هايلي. احاول انا اطور من نفسي عشان ما اعش في الاخر وهما يتفوقوا علي ويهدوا الماركت شير ميني. بويت نمبر ثري انا نجلكتينج انبسمنتز ان كابتل. انه طبعا ما انا اعمل انبسمنتز فين في الكابتل. الكابتل بتالي هو الاي اي اسيتس عندي. انا ما اصرفش على ما عملش تكنولوجي ما جيبش ماشينز جديدة ما اعملش ماركت ما توسعشي. فانا ما بصرفش على كابتل يعني. واكي طبعا الهيوماني ريسوشل اللي عدي. نمبر فول. ان برضو احنا اول بوينت قلناها اصلا من اهم الحاجات. انا لازم افهم الماركت دراتي محتاج من ايه? ايه الوانتز اللي هم عايزنا? وايه النيتز المطلوبة? ومن خيالها اقدر اعرض الوانتز اللي دي في البرودكس اللي انا هقدمه. لو انا ما قدرتش اعرف الحاجات ديات اكيد هفش لي. اخر بوينت عندي. من الاخر معنى الحاجات ديات ان انا عندي. انا كو اجابوه وبعش شركة من جوا. لازم عندي انتراني الكمنيكيشن قوي. في خلال اللي عندي زي مثلا الاريات والفايننس لازم همو التلاتة يبقى فيه بينو هارمي. لازم افهم مشهين على نفس مايبقاش كل واحد ماشي بدماغه او منفصل او مش حاطين مع بعض. مابقاش انا مسلا كماركتين نزل اعمل كامبين وانزل اعمل دعية قوية جدا واجيب اقول راجب بتاع الفاينينس يلا هاتلي فلوس عشان اقدر اصرف على الكمبين دي يقولي لا انا مفيش بجت حالي اقدر ادهر علينا نفسي عايز انزل اشتري او اشتري بطاعة عشان اقدر اعمل 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 يجي بتاع الفاينينس اللي برضو مش متاح فلوس حالي لازي البلان بتاعتنا احنا تلاتة جوه الشركة متنسك وماشيين مع بعض فيه تواصل فيه اتفاق فيه محطوطة لنا كلنا كلنا مشيان عليها فهي دي الفكرة بتاعت ان احنا يبقى فيه او يبقى فيه قوية فيه الشركة كلها جوه مع بعضها دي كده شعاب الفايف بوينس اللي انا محتاجون لو انت قلتهم ووضحتهم لي هيبقى كفاءة ويبقى نافي يعني احنا كده يعني وضحت كل البوينتس اللي انا محتاج اشرحها ولك في الانكمبيتفنس نيجي بقى عن الابارت نمبر توف في الطابك النهاردة اللي هي ايه البرودكتيفتي يعني ايه بقى البرودكتيفتي ويه الفارق بينها وبين البرودكشن نفسه يعني ايه البرودكتيفتي وايه البرودكشن وانووضحها اسمها الاخر البرودكتيفتي اللي هو الانتاجية او الكفاءة الانتاجية انا بقدر اطلع قد ايه اوبوت من الانبوت اللي انا بصرفه او اللي انا بستخدمه لكل امانت من الانبوت انا بطلع قد ايه منها اوبوت دي اسهل كده definition تقدر تكتبو يعني فالبرودكتيفتي is a measure of economic or business performance that indicates how indicates sorry how efficiently people, companies, industries and a whole economic economy sorry convert inputs such as labor and capital into outputs such as goods or services دي اسهل كدرة ايه قدرة الشركة او ايه بزنس اللي انه هو يبقى يعني يقدر يحولي الانبوت المتاحة عنده اللي هي زي الليبر والكابتال into outputs زي اللي هي الجود والسيربوسيس لبقى انا بشوف المتاحة عندي والشركة ديت سواء انا كشخص individual يعني او 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 حتى اه او يعني انا دلوقتي ايه قدرت ان انا قدر احاول المتاحة عندي الى output ونقن عليه ده بقيسه واضح اطلعها اسمها الكفاءة الانتاجية طيب ازاي بقى او ايه الفورملا اللي انا بقيس بها الproductivity الباسيك فورملا الباسيك فورملا اللي هي الاوبوت divided by الانبوت طيب ايه بقى الاوبوت والانبوت انا نوضحهم كده يعني سريعا كده الاوبوت ده عبر عني يا شباب is typically measured as the dollar value or the units of products and services that a company produce يبقى انا دلوقتي بقدر ايسها من خلال حكتين يال dollar value او the units of products يعني الكميات اللي انا هنتجها كيونتس او كdollar value من ال products and services اللي ايه شركة تقدر تنتجها ده الاوبوت هقدر اطلع ادي ايه وبايسها بالفلوس او بالquantity بتاعتي اليونتس انا عندي كام يونت طلعت كام يونتس بنسببها للانبوت او برا عني اي بايا resources انا استخدمها عشان اقدر اعملي الاوبوت a primos او برا عني اللي اع p yesterday اجلي او برا عني مجتمعين for production such as manufacturing equipment and computers. number two labor human activity that provides the goods or services in economy. other inputs may include the inputs that are like energy, water, technology, materials, precious services. أي حاجة أنا بستخدمها في الشركة ده بالنسبة لي. طول ما أنا من خلالها بقدر استخدم باستخدمها عشان نعمل production أو اطلع output يبقى ده بالنسبة لي. طيب الproductivity measures. أنا عندي بقيسها من خلال حاجتين أو two formulas. هل من شوية output على input. بس برضو تتقسم الحاجتين. هل أنا بقيس single factor productivity أو بنسميه. او أنا عندي حاجة اسمها multi factor productivity أو multi factor measure. مالفرق بين اطنين. أنا في اول واحدة اللي هي single factor productivity بقيس ال output على single input. باخد input واحد فقط. بقيسه. بشوف انا ما استخدمت ال input ده. قدرت من خلاله. بطلع قد ايه output. زي ايه مثلا. لو استرى مثلا ال labor على ال output. ده كده single factor. انا اخد labor فقط. اقيسه على ال output.